الاحترام اللي عندي السويديين الكبار في السن يعني شيء مبهر حقيقة شيء يبعث بقلب قليل من الطمأنينة والأمان لكن الأسف الدلون الكبار يهرمون ويموتون وجيلي جديد ليس عنده هذا الاحترام وهذه الأكابرية لأنه ربي بطريقة أخرى أنا أقابل كثير من هؤلاء الكبار في السن بعملي وطريقة كلامهم وطريقة أدبهم حقيقة تبهرني لأنهم وصلوا لدرجات عالية من الرقي احترام الكلام طريقة الكلام احترام بعضهم لبعض عندما يجسون عندي الرجل الكبير وزوجته وكيف يحتيم رأيها ويحاول أن لا يقول أي كلمة يمكن تجرح مشاعرها لأنها أصيبت بأعراض نقص الزاكرة أو لأنها تنسى فهم حذرون جدا من الكلمة التي يقولونها طريقة خطابهم معي أحد المرضى اليوم عندما قبل أن يذهب قال أتمنى لك أن تقضي سيفا ممتعا إذا لم نلتقي قبل ذلك طريقة اختيارهم لكلام طريقة النظر إلى الشخص الذي يتكلم معه طريقة الفن في الكلام واللعب بالكلام ومحاولة المجزاح اللطيف دون ذكر أي كلمة تجرح مرة من المرات جاء رجل يعمل بالتمديدات الصحية يزور عمي يريد أن يصنع له شيئا في الحمام يصلح له شيئا في الحمام المهم هذا الرجل كنت أجلس أنا وكان ابن حماي وكان صغيرا يعني عمره حوالي 12 سنة أو 13 سنة فهذا الرجل كان يتكلم هذا كما أقول لكم عامل تمديدات صحية ليس بروفيسور أو أستاذ في الجامعة وأراد أن يقول كلمة تعني لها علاقة بموضوع يعني عضو في إعضاء جسم الإنسان ولكنه لم يذكر اسمه تصريحا وإنما ذكر اسمه تلميحا فقط فقال العضو كذا ولكن نظره حتى يرى إن كان الطفل قريب حتى لا يسمع الكلمة رغم أنه لم يقولها تصريحا إنما قالها تلميحا يعني لم يستخدم الكلمة كما يستخدمها العوام أو كذا إنما استخدمها الإسم المقبول جدا الذي يستطيع أي إنسان يقوله ومع ذلك خجل عندما قالها أن يكون الطفل موجود أو يسمع تلك الكلمة أنا بهرت بهذا نحن نمشي في الشارع والله يا إخوتي تقولي ماذا حصل هذا في سوريا منذ عدة سنوات سافرت إلى سوريا أثناء رمضان وكنت أمشي في العمارة والعمارة كما تعرفون مركز الإسلام يعني هناك كل ناس مسلمين وكانت هناك امرأة امرأة تأكل من حاوية القمامة امرأة عجوز فجاء الشاب أماما ازدحام بالبشر وكان لها كلمات يا إخوتي والله يخجل يعني لا يمكن لأي إنسان يتقبل كلمات قذرة وفاحشة وهو يسب هذه المرأة لأنها تقف أمام الحاوية وقفت في طريقه ويعقود عربته شاب والناس حواليه كلهم يستمعون لم يقل لم ينكر عليه أحد ما هذه الكلمات الشنيعة التي سمعتها المرأة وسمعها الشاب وسمعها الطفل كل هذه الكلمات القذرة والله أنا كنت أركب في الميكرو تمنيته لو أنزل فأأخذه وأضعه في حاوية القمامة وأقول له هنا أن تجب أن تعيش لأن هذا هو مستوىك كيف هذا؟ لم ينكر أنا لم يعني لم أستغب أن يقول هذه الكلمات لأن هذا المستوى وصل عليه الشارع في سوريا في تلك الأيام ولكن لم ينكر عليه أحد يقول له عيب إخجال ما هذا الكلام الذي تقوله؟ الكفر بالله في الشارع كلمات يسبون الله بكلام الفاحش يا وإله وتقول لماذا حصل في سوريا هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله الإنسان عندما يتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي على المنكر يأتي عقاب الله الذي لا يتأخر ولكن ليس هذا موضوعنا ولا هي شماتة إنما هو حزن حزن على أن كانت جدتي رحمة الله عليها كانت قمة في الأدب لأنها كانت تشبه هؤلاء الكبار في السن السويديين كانوا يخجلون يخجلون من الله يخجلون من الناس لديهم شيء اسمه الحياء والحياء يا إخوتي شعبة من شعب الإيمان اللهم أعدنا إلى ديننا رد جمينا اللهم أعدنا إلى الأدب وإلى الاحترام وإلى الأخلاق فالأخلاق والأدب والحياء كلها أحكام شرعية يجب على المرء الالتزام بها والتقيد بها حين القيام بالأفعال وحين نطقي الكلام كل ذلك كان عند الله يعني مسجل وسوف نعود إليه ورب كلمة يلقيها المرء من فهمه لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم سبعين خريفا اللهم يا رب علمنا نتحكم بألسنتنا وتحكم بأفعالنا آمين آمين والحمد لله رب العالمين